السلام عليكم ورحمة الله أولا بعدة أعتذر على الغياب على المنابير لأنه صراحة مركزين بالزاف على الكأس العالم المقبلة إن شاء الله ولكن من يطلقينها كصدفة لا يوجد مشكلة محبابك تدين ما سعيد لكن الاستعدادات تتمر في أحسن الطرف رغم صعوبات كثيرة فهذه هي القرى نحن في العدد العكسي هذه كأس العالم لا يوجد مجال التهاون الجزئيات هم التي يدرون الفرق واحد الكلمات شائعة يقولوا جزئية بسيطة بالنسبة لأن الجزئية هي أصعب حاجة لأنك تلقاها وتلعب عليها فلذلك تنظم نحن في المصار الصحيح وانتمنى من الله أنها تكون مشاركة كبيرة إن شاء الله قدرنا واحد من مجموعة المباريات فأنا من نوع المدربين لا أستطيع أن نقول من الأول ما زال لا تستطيع أن نقول لدينا الإصابات البرنامج الدار على أعلى مستوى ودار بماية مع خبراء في التدريب البدني أكثر من خمسة أولاستبناس ونحن في هذه الرياضة خاصة المباريات كثيرة ضروري مباريات كثيرة عندنا لاعبين جدد لا يمكن أن نجيب نتالا كوبديموند ونحاول نعيش هذا ونحاول نعيش هذا ونحاول نعيش لذلك المجهود البدني في المباريات كثيرة إصابة ما عندنا إصابة اللي عندها كان السبب ديلا هو المباريات هذا أمر أمر غالط مئة في المئة لأنه يوسف راكم ويوسف جواد اللاعب المتألق تبليساف لكوبدفخك يعني ما دخلش معنا بعض التحضيرات واللاعب بلال بقالي ما لعبش هذا المباريات لعبي الله شوط واحد وقع له المشكل فالإصابة تبقى قضاء الله وقدر رياله هذا أمر الله ثاني هي دخلة في اللعبة كما لا تدخل على الريكوبراسيون والمونطال فالإصابة تعتبرها نوع من أنواع التدريب اللي ما عندناش عليها قدرة فلو كانت المباريات كانت سبب في الإصابة فنشوفوا أن اللاعبين كلهم ستشكوا من المشكلة فلذلك تنظن أن المباريات كانت كبيرة ومهمة لنا بزات ولعبنا مع جميع المدارس وخصوصا الداري الجداد خصوصهم يأخذوا الجريبة دينا فلذلك نقولوا أن الإصابات مقبولة والحمد الله عليها ولكن خصوصا نخدمه بشي جاد باللسبة لللائحة النهائية حتى الربعة السبتمبر عطي عطينا الفيفا وقتاش نعطيها قد تكون فيها غير 14 اللاعب وقتاش نشوف اللائحة هذه الجهودات من بعض الصفحات يشوفوا اللاعبين الذين يدخلوا هذا أنا بالنسبة لي تديروا يقولوا أورا اللائحة النهائية ولا شيء مشكلة لأنهم تريدون أن يقربوا الجمهور وكانوا واحد الرواج واحد البوليميك فلان بريسي لأخر مكاين لا كنت لعبوه أنا كنت شوفوا ذلك شيء إيجابي لأنه الرياضة لم تكنتش حالة نهائية وكانوا كل شيء يتكلم كل شيء يحل فأنا كان يعجبوني هذا الشيء يعجبني هذا الآراء اللاعب كدال مدرب دار هذا هو النجاح عندي هو رغم أنه كل شيء عندنا مدروس وكل شيء ديرينه ما ديرينه بعشوائية عارفين شنو شنو تنديرو مباراة ديال الفينيزويلا طلغات ماشي العدد المبارايات ولا شيء حاجة لأنه هما الفريق مبقاش قد يلعب المباراة الثالثة فلذلك كان هذا الإلغاء ودروري يجب أن نمشي ومن يمكن أن نمشي 15 يوم في فوز باكستان ومن ديروش مباراة داخلين التباري هي أهم شيء كنا نشد المنتخب ونقوين تهيئو فنستضمه بمشاكل كبيرة فاللاعب لابد ثم لابد الأمر الحقيقي اللي كيتسنه ليس التدريب الأمر الحقيقي اللي كيتسنه هو مباراة ضد واحد الخصم السويت هي إليهم جميع الجوانب كان نشوف هذا الجمهور اللي يقول بغينا كأس العلام رأيس الجامعة بغينا كأس العلام في يما نقول وراء لدينا إصابات وراء كده أي حاجة تنشوف هنا تنشوفها إيجابية الجمهور محقوين يطلب محقوين ينتاقد محقوين يشكر محقوين هذا أنا بالنسبة لي لدينا تكنيكما عارف ما ندرنا وين كنا وين وصلنا منتخبات كلهم اللي غير لعبوا معنا بسيتنا واحد الجوش منتخب والجوش كلهم فيتنا في الفوتصال 40 عام كلهم عندهم 50 عام نحن بالنسبة لي نحن بادينا في الفوتصال ولكن عندما يشوفونا مشينا بزيان ترشحنا واحد الجائزة للأحسن المنتخب خدينا كؤوس ورجال الوقت لدينا نقدره نفسه لا تنقول نقدره نفسه كذلك يصدقون على ظروف المباراة في المباراة وظروف المباراة كيف ستنشي في القرعة كيف ستنشي لفرن لجوه ستكون الأمور مزيانة ومنتخبات كيف ستنشي لا ينتظر شي لا ينتظر شي مع تجاكستان لدينا جد 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 متوازن خاصة لذلك 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 3 الرئيس صراحة قريب من اللاعب تحضر في التداريب تعرفهم بالأسماء دائما صراحة تدير الواجب الذي عليه وهذه زيارات تديرها مع جميع المنتخبات ونحن نضع الكأس العالم وليمشي منتشوية قريبا 15 يوم قبل على التأقل وجاء ودار معهم وحفزهم وحمسهم وشرح الأهمية لذلك الكأس أمام البلاد وانتظارات وشيء وراهن على هذا المشروح وهو لنغاج بينهم بحل أصدقاء ودائما مشكور أن اللاعبين يشوفوه غير كفارق منتخب بحل أخرين من نفس الظروف أتمنى الله أتمنى الله أننا ربما يحش منه إن شاء الله تنشكرهم تنشكر جماعة المغربية تنشكر على هذا الشياء الذي تقوله وتشجعه وتنتقده مزيان ولكن الأهم اليوم يعترفون أن نرى لعدنا واحد منتخب الذي ولات الكلام عليه والحديث عنه كرة القدم داخل قاب فتصال من أهم الرياضات في العالم لكن واحد العلاقة كبيرة مع كرة القدم تشوفوا التفوق المنتخب الإسباني في الفوت لأنه عنده تقافة في تكوين الفتصال ودائما برازيل لا تفهم الأهمية الفتصال في تكوين لاعب كرة القدم ستكون رياضة كبيرة كبيرة واليوم تنشوفوا الاهتمام الجماعي فلذلك نشاء الله ملمين بهذه المسؤولية وتنتمنوا أن نفرحوهم وما يبخلوش علينا الاجتهاد هذا بجاء وقت غير التضافر والاجتهاد لكي نكونوا في أحسن مستوى بإذن الله